فبركة القرآن تجمع بين أمرين أحدهما ثبوت الخير في أصله والثاني وفور الخير في فرعه فالقرآن باعتبار أصله كثير الخير وباعتبار فرعه أي ما يكون منه وينتج عنه فإنه متوافر الخير فلا يزال خير القرآن باقيا متكاثرا متناميا إلى يوم القيامة فحقيقة البركة كثرة الخير وبقاؤه فالبركة تجمع بين كون الخير كثيرا وبين كونه باقيا فخير القرآن كثير وهو باق إلى يوم القيامة ولذلك صار من صفات القرآن أنه مبارك قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أثأنتم له منكرون وقال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فهؤلاء الآيات فيهن إثبات بركة القرآن وقد جمعنا ثلاثة أمور أولها ذكر القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ذكره تارة باسم الكتاب وذكره تارة باسم الذكر فذكره باسم الكتاب لما فيه من الجمع وهذا المعنى مناسب للبركة وتقدم أن القرآن جمعه بأمرين أحدهما جمع الألفاظ والمباني رسما وجمع المعاني والمقاصد حكما وأما إخباره عند ذكر بركته بكونه ذكر فلأن القرآن يتذكر به العبد ويذكر به العبد فأما كون العبد يتذكر به ففي قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وأما كون العبد يذكر به فلقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فلاجتماع هذين الأمرين صار القرآن ذكرا وتانيها ذكر كونه مباركا أي مجعولا فيه البركة فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة ووضع البركة يختص به سبحانه وتعالى فهو الذي يبارك ما شاء من الأعيان والأفعال وليست لغيره ومن الخطأ الواقع نسبتها إلى الخلق بقولهم أبارك لك أو أبارك عليك أو أباركك فإنما هذه مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول العبد أسأل الله لك البركة أو بارك الله لك أو بارك الله عليك والإخبار عن ذلك لا يكون بهذا الفعل وإنما بأن يقول العبد بركت له أو بركت عليه أي سألت الله له البركة أو سألت الله عليه البركة أما قولهم أبارك لك أو أبارك عليك فليس معناها سألت الله لك البركة لأن بناء الفعل على المفاعلة يمنع من ذلك فوضع البركة هو لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في صدر السورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالذي بارك هو الله سبحانه وتعالى ولا يضاف وضع البركة إلى غيره فالذي جعل القرآن مباركا هو الله فهو مبارك بما وضع الله سبحانه وتعالى فيه من البركة